بسم الله الرحمن الرحيم وصفيه وخليله وخيرته من خلقه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده ولم يفارق الدنيا إلا وقد بلغ البلاغ المبين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما آيات عظيمة تأمر بتقوى الله عز وجل وأن مخافة الله عز وجل وتقواه هي من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يتحلى بالتقوى ولهذا جاء الأمر بها في آيات كثيرة من القرآن الكريم والتقوى هي أن لو كنت في مكان فيه شوك أو زجاج أو غير فإنك تهتم وحتى لا تقع في مثل هذه الأمور فمثل التقوى مثل الإنسان في هذه الحياة إنما هو يبتعد عما يسخط الله عز وجل ويتبع رضوانه وهي العمل بالتنزيل والخوف من الجليل وهو اتباع ما أمر الله عز وجل به والحذر عما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه ونحن في الكلام في العقيدة الواسطية التي ألفها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وبدأ فيها ببيان أركان الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره كما أن للإسلام أركاناً أيضاً للإيمان أركان ولا يصح إيمان العبد إلا أن يؤمن بهذه الأمور التي أمر الله عز وجل بها وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم جاء ذلك في الكتاب والسنة وتكلمنا عن جزء مما يتعلق بالإيمان بالملائكة وأسمائهم وبعض أعمالهم ونستكمل في هذا الدرس بإذن الله عز وجل ما يتيسر أيضاً من الملائكة وماذا يعملون مع المؤمنين وغير المؤمنين الملائكة كما علمنا أنهم خلق كريم على الله عز وجل مخلوقون للعبادة والذكر والتسبيح ولهم أعمال موكلون بها وهم يفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون ومنهم الموكل بالوحي ومنهم الموكل بالقطر والنبات ومنهم الموكل بالجبال ومنهم الموكل بالسحاب ومنهم الموكل ببني آدم ومنهم الموكل بحفظ الأعمال وكتابتها ومنهم الموكل أيضاً بالجنة وما فيها من النعيب ومنهم من هو والعياذ بالله قد جعل للكافرين المعاندين ممن جعلهم الله عز وجل لبيان ما أعد الله عز وجل للكفار والمنافقين من العذاب في جهنم والعياذ بالله هؤلاء الملائكة الذين ذكرهم الله عز وجل بقوله عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نستكمل أيضاً في بيان ما يتعلق بدور الملائكة تجاه المؤمنين في هذه الحياة الدنيا فقد ورد في البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي غريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحبَّ الله عبداً نادى جبريل إن الله يحب فلاناً فأحببه فيحبه جبريل عليه السلام فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض الذين يحبهم الله عز وجل هم القائمون بأمره القائمون بشريعته العاملون بما أمر الله عز وجل به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن هؤلاء هم عباد الله الصالحون وأولياء الله المتقون الذين لهم المحبة من الله عز وجل ومن ملائكته ومن أهل سماواته وأهل أرضه ثم يوضع له القبول في الأرض فهنيئاً لمن نادى الله عز وجل باسمه لجبريل إن الله يحب فلاناً فأحبه يا جبريل لأن جبريل هو رئيس الملائكة وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبه ومحبة الله عز وجل له لأنه قائم بأوامره ومجتنب لنواهيه قائم بأركان الدين أركان الإسلام محافظ على صلواته وقبل ذلك محقق للتوحيد ولعبادة الله عز وجل ثم قائم بأركان الإسلام الأخرى من الصلاة والصيام والحج والزكاة وكل فرائض الإسلام فهذا هو الذي يحبه الله عز وجل ويكرمه بأن ينادي على جبريل رئيس الملائكة إن الله يحب فلاناً فأحبه يا جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه ثم يوضع له القبول في الأرض فلا يراه مؤمن إلا أحبه من أجل أن الله عز وجل قد أحبه لأنه قائم بفرائض الله قائم بالنوافل يكثر من النوافل العبادات سواء كان من نوافل الصلوات أو من صيام التطوع أو من قيام الليل أو من كثرة قراءة القرآن أو كثرة الدعاء أو الصدقة بر الوالدين الإحسان إلى الجيران الإحسان إلى الضعفاء والمساكين أعمال البر كثيرة لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني هو أفضل ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو ما افترضه الله عليه من أداء الصلوات في أوقاتها وكل ما افترض الله عليه من أركان الإسلام ثم يزيد على ذلك بكثرة النوافل فيكثر من النوافل فيكون سببا في محبة الله عز وجله وفي تقريبه له فهنيئا لمن أحبه الله ولمن رضي الله تعالى عنه فهذا فضل من الله بسبب توفيقه للعمل بطاعة الله عز وجل موافقا لما جاء في الكتاب والسنة ليس مبتدعا ولا محدثا شيئا في الدين لم يأتي في الكتاب ولا في السنة لأنه من أحدث شيئا في دين الله لم يشرعه الله ولا رسوله فهو مردود عليه لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة لكن المتمسك بالكتاب والسنة هو الذي على الهدى وهو الذي على النور وهو الذي على الحق ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق التي تفترق وتخرج عن الهدي الصحيح والصراط المستقيم الذي ذكره الله عز وجل بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه السبل هي طرق الشيطان إذا خرج العبد عن الصراط المستقيم والعياذ بالله تناولته وتاوشت أصحاب الأهواء وشياطين الإنس والجن وظل عن السبيل لكن المتمسك بالسنة المتمسك بما جاء في القرآن والسنة على منهج الصحابة والسلف الصالح هو الذي على الحق وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الفرقة الناجية المنصورة لا تزال طائفة من أمة على الحق منصورة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها هؤلاء هم أهل محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الملائكة عليهم السلام ومحبة أهل السماء ومحبة قبول أهل الأرض له كل ذلك بفضل طاعة الله عز وجل والتمسك بما جاء في الكتاب والسنة هذا سبب لمحبة الله عز وجل للعبد ومحبة ملائكته وأهل السماء وأهل الأرض لهذا العبد أيضاً من أعمال الملائكة مع المؤمنين تسديدهم للمؤمن وإرشادهم له وتعليمهم له وتثبيتهم وسيأتينا صور من هذه التسديدات والتثبيتات للمؤمنين منها أن حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه شاعر النبي صلى الله عليه وسلم شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يوجهه في شعره أن يهجو المشركين يقول أهجهم وروح القدس يأيدك روح القدس هو جبريل فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أيده بروح القدس وهذا الحديث في صحيح البخاري من الأحاديث الصحيحة اللهم أيده بروح القدس وروح القدس من هو؟ يا أبو منير جبريل عليه السلام هو روح القدس وهو رئيس الملائكة اللهم أيده بروح القدس وفي الصحيح أيضا أن سليمان عليه السلام نبي الله قال مرة لأطوفن الليلة بمئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله كان هم سليمان عليه السلام سليمان بن داود الجهاد في سبيل الله وكان عنده نساء كثير فقال سواء كان زوجات أو ملك يمين قال لأطوفن الليلة على مئة امرأة كلهن يحملن ويلدن بشباب يقاتلون في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله ويقول لأطوفن الليلة على مئة امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله فقال له الملك قل إن شاء الله فنسي سليمان ولم يقلها فلم تحمل ولا امرأة من هذه النساء إلا امرأة واحدة بشق إنسان يعني يعلمه الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله لا يستطيع العبد أن يفعل شيئا أو أن يحقق أمرا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى المشيئة العامة الشاملة التي سيأتينا في مراتب القدر الألأنها من مراتب القدر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال سليمان عليه السلام إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته يعني أن تحمل أولئك النساء بمئة غلام يخرجون فرسانا يجاهدون في سبيل الله أيضا من أعمال الملائكة صلاتهم على المؤمنين فالله عز وجل أخبر أن الملائكة صلي أولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أيضا هم يصلون على المؤمنين أيضا الله عز وجل يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة انظروا فضل الله وجزيل إنعامه على عباده المؤمنين هو تبارك وتعالى في سماواته وفوق عرشه ومع هذا يصلي على المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي ويصلون على المؤمنين هو الذي يصلي عليكم يعني الله عز وجل وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيمة فمن رحمة الله عز وجل وفضله وإحسانه أنه يصلي على المؤمنين هو وملائكته وما معنى صلاة الله على عباده الصلاة من الله عز وجل على عباده هو ثناؤه عليهم ومدحه لهم كما حكاها الإمام البخاري عن أبي العالية ومن أهمة التابعين وقال غيره غير أبي العالية قال الصلاة من الله هي الرحمة فالله عز وجل والمعنى أنه لا منافات بين القولين فصلاة الله على عباده هي ثناؤه عليهم وثناؤه عليهم يقتضي رحمته وفضله على عباده أيضا من الأعمال التي تقوم بها الملائكة عليهم السلام أنهم يصلون على معلم الناس الخير هذا فضل الدعوة إلى الله فضل تعليم الناس الدين تعليمهم العقيدة تعليمهم أركان الإسلام يا إخوان بعض المسلمين لا يحسن الوضوء وبعضهم لا يحسن الصلاة الحقيقية وبعضهم لا يحسن أن يؤدي كيف يؤدي العمرة أو كيف يؤدي مناسك الحج بعضهم لا يعرف تفاصيل هذه الأمور المهمة فتجده مثلا يسرع في وضوءه قد يترك المرفقين ولا يصل إليها الماء قد يترك بعض رأسه أو قد يترك بعض قدميه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار يعني يستعجل في وضوءه فتجده لا يحسن الوضوء وإذا لم يحسن الوضوء لم تقبل الصلاة ولذلك أهمية تعليم الناس الإسلام وأهم ما يعلمهم هي العقيدة الصحيعة لأنها هي المرحلة بين الإسلام والكفر الانتقال بين الشرك والتوحيد هي الأساس أساس الأعمال صحة العقيدة إذا صلحت العقيدة صلح العمل وإذا فسدت العقيدة ما يقبل العمل لأن أشركت لا يحبطن عملك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا إذن معلم الناس الخير تصلي عليه الملائكة بل أيضا الطير في الهواء والسمك في الماء كلها تدعو وتثني على معلم الناس الخير وتدعو له هذا فضل من الله وليس معنى تعليم الناس أنك ترتقي على كرسي وعلى منبركم تخطب في الناس هذا من تعليم الناس لكن أيضا إذا وجدت أخل لك لا يحسن الوضوء أو لا يحسن الصلاة أو لا يحسن أن يؤدي مناسك العمرة أو مناسك الحج أو لا يحسن أعمال الإسلام فإنك تناصحه بينك وبينه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فأنت تناصح على قدر استطاعتك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس بعد ذلك وراء ذلك حبة خردل من إيمان يعني اللي ما ينكر بقلبه دليل ما عنده إيمان يرى المعاصي ويرى شيء طبيعي هذا الدليل على يراجع إيمانه ويراجع إسلامه لأن المسلم إذا رأى المنكر تغير قلبه وتغير وجهه لذلك لابد المسلم أن يغير على قدر استطاعته على قدر استطاعته السلطة من بيدهم السلطة من هم نواب الإمام الذين استخلفهم الإمام لتغيير المنكر لهم أن يغيروا بأيديهم وأيضاً الدعاة والعلماء أيضاً يعلمون الناس ويرشدونهم الرجل في بيته هو في سلطانه عند أبنائه عند بناته عند زوجته في بيته يعلمهم الدين يعلمهم الصلاة يعلمهم الوضوء يعلم نساءه الحجاب يعلمهم الآداب والأحكام الإسلام هكذا يجب على المسلم من علم شيئاً فهو عالم فيه من فقها مسألة من المسائل وعرفها فهو عالم بها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فإذا الملائكة تصلي على معلم الناس الخير وتدعو له وكذلك الطير في الهواء وحتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير هذا هو الفضل حتى النملة في جحرها انظر أن المسلم موافق للفطرة وموافق لما خلق الله عز وجل الكون عليه حتى الحوت في بط في داخل البحر والنملة في جحرها تدعو وتصلي على معلم الناس الخير معلمهم الدين يعلمهم الإسلام أيها الإخوة بعض الناس إذا قام يصلي لا يحسن الصلاة فتجده لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن أركان الصلاة ولا واجباتها ولا سننها إذا ركع لا يتم الركوع وإذا سجد لا يتم السجود وقد لا يذكر التسبيح في سجوده أو في ركوعه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه سبح اسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فالتعظيم في الركوع والدعاء في السجود كلها تعظيم لله عز وجل ودعاء بعض المسلمين إذا سجد رفع قدميه وضع جبهة على الأرض ويديه ثم رفع قدميه ما يتم سجوده النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم سبعة الأعظم اللي هي الجبهة والأم والكفين والركبتين ورؤوس القدمين هذه السبعة فمن لم يأتي بها فما أتى بالسجدة وإذا لم يأتي بالسجدة لم يأتي بالركعة وإذا لم يأتي بالركعة بطلة صلاته فالتناصح بين المسلمين وتعليمهم أمور الصلاة أمور الوضوء أمور العبادات أمور المناسك هذا حق على طالب العلم وحق على العلماء وحق على منفقه هذه المسائل أن يتناصح المسلمون فيما بينهم بالكلمة الطيبة أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن أن تعلم إخوانك المسلمين بالخلق الطيب والكلمة الطيبة بالنصح بينك وبينه لا تفضح ولا تشهر به إنما تكلمه بينك وبينه وتعلمه الحقيق وتعلمه محبتك له وأن الواجب عليك أن تعلمه بخطأه وترشده إلى الصواب فإذن فضل الله عز وجل على معلم الناس الخير أن الملائكة تصلي عليه وأن الحوت في البحر والطير في الهواء والنملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير فإذن الشاهد من هذا الحديث أن الملائكة تصلي على معلم الناس الخير وهذا فضل من الله أيضاً الذين ينتظرون الصلاة اللي جالس في المسجد ينتظر صلاة الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السبعة الذين يضلهم الله في عرشه يوم لا ظل إلا ظله قال منهم ومنهم رجل معلق قلبه بالمساجد والنبي صلى الله عليه وسلم قال انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط رجل قلبه معلق بالمسجد معلق بجماعة المسجد أن يحظر ومو بصلي في بيته وهو غير معذور النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم صحابي جليل كفيف البصر قال يا رسول الله بيني وبين المسجد هوام وسباع وليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل تعذن لي أن أصلي في بيتي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء تسمع الله أكبر الله أكبر حي على الصلاح قال نعم يا رسول الله قال أجب لا أجد لك رخصة هو أعمى وكفيف وليس معه قائد فما بالك ونحن والحمد لله نرفل في النعم السيارات متوفرة والأنوار والطرق الآمنة ومع هذا بعض الناس يغلبه الشيطان ويصلي في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفد بسبع وعشرين درجة هذه الفضائل العظيمة يتركها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة ومعي حزم من الحطب فأحرق عليهم بيوتهم بالنار لأنهم تركوا الصلاة فهذا وعيد شديد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت الذين لا يشهدون الصلاة قال لولا ما فيها من النساء والصبيان النساء والصبيان لا تجب عليهم الجماعة لحرقت عليهم بيوتهم بالنار إذن تعليم الناس أحكام الشرع ووجوب الصلوات وأداء العبادات على الوجه الصحيح هذا فيه فضيلة أن الملائكة تصلي عليك والحوت يصلي عليك في البحر والطير في الهواء والنملة في جحرها وكل يدعو لك فأي فضيلة في هذا أيضا الذين ينتظرون صلاة الجماعة كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث ما لم ينقذ وضوءه ما دام فيه مصلاه ينتظر الصلاة فالملائكة تدعو له تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه فهذا دليل على فضيلة من يتقدم إلى المسجد مع الأذان أو بعد الأذان مباشرة وينتظر الصلاة الملائكة تدعو له طول ما هو جالس في مجلسه الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فأي فضيلة على الملائكة دعاهم مجاب فالله يغفر له والله يرحمه لأن الملائكة تدعو له وهو في أفضل مكان أفضل مكان على ظهر الأرض هي المساجد وهي بيوت الله وهي خير البقاع وشر البقاع هي الأسواق النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير البقاع هي المساجد وشر البقاع هي الأسواق حيث ينصب الشيطان رايته الشيطان ينصب رايته في الأسواق هناك محل الغش والخداع والسباب والتلاعن ولذلك هي شر البقاع كانت الأسواق لذلك المسلم يقضي حاجته سريعا من السوق ويخرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما يخرج إلى السوق لا يشتري شيئا إنما يسلم على الناس يعلمهم السلام يقول على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها ثلاثون حسن كلما لقي مسلم صافحه وسلم عليه لأنه ولذلك كما ورد في الحديث أن من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر بس الدعاء إذا دخلت السوق فاذكر الله قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير غفر الله لك خطاياك لأن هذا المكان مكان ما يذكر فيه الله تجد فيه الغش والخداع والتلبيس على الناس والتلاعن والتسابب ورفع الأصوات وغيرها فلذلك كانت شر البقاع وكان الشيطان ينصب رايته أما المساجد فهي أحب البقاع إلى الله ولذلك جاء في الحديث الذي قرأناه أن الملائكة تصلي على العبد وتدعو له تقول اللهم اغفر الله اللهم ارحمه ما دام فيه مصلى كما في سنن أبي داود وفي سنن النساء أن الملائكة تصلي على الصفوف الأولى الصفوف المتقدمة كما جاء في سنن بن ماجة أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وحديث عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة كما في صحيح سنن بن ماجة في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول يعني على أول الصفوف وعلى الصفوف المتقدمة وأيضا على الذين يسدون الفرج كما في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة إذا وصل العبد صفا منقطعا وصله الله إذا وجدت فرجة لا تدع للشيطان فرجا لأن الشيطان إذا وجد الفرج دخل فيها بين الصفوف وأخذ يلبس على الناس صلواتهم ويقول له أذكر كذا أذكر كذا فلا يعرف ماذا قرأ الإمام ولا يعرف كم صلى ولا يعرف كم ركع ركع لأنه لم يسد الفرج ولم يجعل للشيطان طريقه أيضا الملائكة يصلون على المتسحرين الذين يتسحرون سواء كان صيام فرض أو صيام نافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عمر إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين وأيضا وأيضا الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم أيضا تصلي عليهم الملائكة فقد جاء بإسناد عن عامر بن ربيعة بإسناد حسن كما في المسند وفي الضياء في المختارة كتاب الضياء لمن؟ كتاب الضياء في الحديث لمن؟ من هو من العلماء لألف كتاب سماه الضياء مختارة ها يا طلبة العلم ها؟ للمقدسي صحيح كتاب الضياء من المختارة هذا للإمام المقدسي وقد أثنى عليه شيخ الإسلام بن تيمية يعني جل ما فيه من الأحاديث أكثر وها صحيحة وحسنة ولذلك الضياء المقدسي له كتاب اسمه المختارة في الأحاديث ذكر هذا الحديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه بإسناد حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يصلي علي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو يكثر مهما صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالملائكة تصلي عليك ما دمت تصلي عليك فالملائكة تصلي عليك وتدعو لك وفي صلاتهم الرحمة والخير والمغفرة فهذا فضل من الله عز وجل لمن أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بل من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة فالملائكة الموكلون بمن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليستقل أو يستكثر أيضا الذين يعودون المرضى ويزورون المرضى في بيوتهم أو في المستشفيات إخوانكم المسلمين المرضى في حاجة إلى الزيارة وزيارة المريض من سنن الإسلام أن تزور أخاك المريض وأن تدعو له وأن تجلس عند رأسه وأن تدعو له بالشفاء وأن تطمنه وأن تفسح له في الأجل فقد روى أبو داود رحمه الله عن علي رضي الله عنه ابن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريفا في الجنة له نزل عند الله وكرامة في الجنة ومن أتاه مصبحا خرج معه أيضا سبعون ألف ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له كرامة عند الله في الجنة كما رواه أبو داود في صحيحه وصرح الحافظ وصرح الحافظ أبو داود رحمه الله بتصحيح هذا الحديث وبعض العلماء قال إنه حديث موقوف على علي رضي الله تعالى عنه لكن هذا الحديث إذا صح موقوفا فهو لا يقال من قبل الرأي لأنه حكمه حكم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم معنى المرفوع هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام الموقوف هو كلام الصحابة رضي الله عنهم المرسل هو كلام من؟ التابعي إذن عندنا مرفوع وموقوف ومرسل ومنقطع يعني من علوم الحديث التي ينبغي لطالب العلم أن يفقها لكن إذا قال الصحابي قولا ليس للعقل مجال فيه من قبيل الغيب فهو حكمه حكم المرفوع يأخذ حكم المرفوع لأنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صلاة الملائكة علينا هل لها أثر لا شك لأن صلاة الملائكة علينا فيها دعاء الملائكة للمؤمنين واستغفارهم لا عليها تأثير كبير على المؤمنين في هدايتهم وفي تخليصهم من ظلمات الكفر والشرك والذنوب والمعاصي وغيرها أيضا الملائكة تؤمن على دعائك لإخوانك المسلمين إذا دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب فإن الملائكة تقول آمين ولك مثل ذلك فقد روى الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجا أيضا في السنن عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث صحيح في صحيح مسلم وفي السنن دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك ملك من الملائكة كل ما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين آمين ولك مثل ذلك ولذلك ينبغي للمسلمين أن يدعو بعضهم لبعض أن تدعو لوالديك أن تدعو لإخوانك أن تدعو لجيرانك أن تدعو لأهل مسجدك أن تدعو للعلماء أن تدعو لطلبة العلم أن تدعو لأصدقائك فملك موكل بك إذا دعوت لأخيك المسلم قال آمين ولك مثل ذلك يعني ليس فقط استجابة لك في دعوتك لأخيك بل لك مثل ذلك فإذا قلت اللهم اغفر لأخي فلان قال الملك آمين ولك مثل ذلك اللهم وفقه اللهم ارزقه اللهم ادخله الجنة اللهم ارزقه الذرية الصالحة اللهم اللهم فالملائكة تؤمن على دعائك وتقول ولك بمثل ذلك كلما زدت دعاء لأخيك كلما زاد لك الخير من الله عز وجل ولذلك لما كان دعاء المؤمن لأخيه حريا بالإجابة فإنه أيضا لا ينبغي للمؤمن أيضا أن يدعو على نفسه بشر أو يدعو على ماله أو يدعو على ولده فإن هذا لا يجوز النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم سلمة في صحيح مسلم أنها قالت رضي الله عنها أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعو على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وفي الحديث الآخر لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم توافق ساعة من الله لا يرد فيها داعيا فيجيب دعاء ولذلك بعض الناس يخطي فإذا أغضبه ولده أو ابنه أو بنته فيدعو عليهم وهذا لا يجوز تدعو له بالصلاح تدعو له بالهداية مثل الذي الرجل دعا ابنه كما يذكرون في القصص وقال له تعال يا ابني اذهب معي للمسجد أو للسفر فأبى ابنه فقال اذهب الله لا يردك فعلى طول صيب بحادث الولد ومات في ذلك الحادث لأن والده دعا عليه ولذلك لا يدعو العبد على نفسه أو على ماله أو على ولده إلا بخير وإذا غضب منه يقول الله يهديك الله يسخرك الله يصلحك مخرج الكلام واحد سواء كان دعاء له أدعاء عليه فإذن الأفضل أن تدعو له بالهداية بالصلاح بالخير أن يكون بارا بوالديه أن يكون رحيما بهما لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم توافق ساعة من الله لا يرد فيها أحدا فيستجيب لكم وأيضا ورد أن الملائكة أيضا يستغفرون للمؤمنين انظروا العلاقة بين المؤمنين والملائكة الله عز وجل يقول تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن كما في سورة الشورى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم وفي سورة غافر قوله عز وجل الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم هذا دعاء الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وذلك هو الفوز العظيم هذا دعاء الملائكة واستغفارهم للمؤمنين بل حملت العرش الذين يحملون العرش وحملت العرش كم عددهم؟ ثمانية وذكرنا لكم بعض صفاتهم ذكرنا بعض صفاتهم وعظم خلقهم وأن ما بين شحمة أذنه بعضهم شحمة أذنه وبين عاتقه مسيرة سبعمائة عام هذا واحد من الملائكة فقط صفة واحد من الملائكة أنهم يحملون عرش الرحمن وعرش الرحمن وسع السماوات وسع كرسيه السماوات والأرض فالعرش أعظم وأكبر من السماوات والأرض ومع هذا حملة العرش يستغفرون للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم طبعا حملت العرش حملت العرش ثمانية لكن الذين يحيطون بالعرش كثير العرش حوله الملائكة لهم دوي وأصوات بالتسبيح والتحميد والتهليل لله عز وجل أيضا الملائكة معنا الآن ملائكة يشهدون حلق الذكر ومجالس العلم ويحفون هذه المجالس بأجنحتهم وهذا فضل من الله عز وجل أن مجالس العلم في بيوت الله عز وجل تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده كما في الحديث في صحيح البخاري ومسلم يعني في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا الملائكة يحفون أهل الذكر من الأرض إلى السماء الدنيا كم بين السماء والأرض من مسافة مسيرة كم خمسمائة عام بين السماء والأرض هذا الملائكة تحفوا بالذاكرين الله عز وجل والذاكرات من الأرض إلى السماء وينادي بعضهم بعضا هلموا إلى حاجتكم هذه حاجتهم أنهم يستمعون الذكر وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كل خصلة من هذه الخصال خير من الدنيا وما فيها فكيف فضل الله عز وجل أن يذكرك الله عز وجل عنده في الملأ الأعلى وأن يجعلك من الذاكرين الله عز وجل والذاكرة وفي سنن الترمذي أيضا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع أي تتواضع له طالب العلم الذي يجلس في حلقات العلم ويحني ركبه عند العلماء لطلب العلم تستغفر له الملائكة وتضع له أجنحتها رضاً بما يصنع رضاً بعمله العظيم فالأعمال الصالحة كما ترى أنها مما يقربك إلى الله عز وجل ومما يجعل الملائكة عليهم السلام يقومون بالدعاء لك والصلاة عليك والاستغفار وتحفك الملائكة بأجنحتها رضاً بما تصنع أيضاً من أعمال الملائكة أنهم يحضرون صلاة الجمعة ويقفون على الأبواب عند أبواب المساجد يسجلون الأول فالأول كما ثبت في الحديث أنهم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الحديث في الصحيحين متفق عليه بين البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول الأول فالأول من جاء في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قرب كبشاً أملأ ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قرب الرابعة قرب دجاجة ومن جاء في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة انظروا الفرق بين اللي قدم بدنة واللي قدم بيضة فالملائكة تسجل الأول فالأول عند أبواب المساجد يوم الجمعة فإذا دخل الإمام لخطبة الجمعة الطوى والصحف وجلسوا يستمعون الذكر ويستمعون الخطبة حتى الملائكة يستمعون الخطبة ويسجلون ذلك الخير ويؤمنون على دعاء المسلمين أيضا حديث رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فلما رفع رأسه من الركعة رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حميده قال رجل وراءه من الصحابة ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه قال هذا الدعاء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف من النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال من الذي قال هذا الدعاء قال رجل من الصحابة أنا يا رسول الله قال لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها الأول وهذا الحديث في البخاري قال الحمد لله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فهذا شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن أمر غيبي أن الملائكة يتسابقون بضعا وثلاثين والبضع من كم إلى كم من ثلاثة إلى تسعة يعني يكون ثلاثة وثلاثين ملك خمسة وثلاثين ملك ستة وثلاثين ملك تسعة وثلاثين ملك يعني قريبا من أربعين ملك يتسابقون أيهم يكتب هذا الدعاء الذي قاله هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نحمد الله عز وجل في صلاتنا أيضا من أعمال الملائكة أنهم يتعاقبون فينا في الصباح وفي المساء يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر يجتمعون يعني صلاة الصبح هي صلاة النهار صلاة العصر هي صلاة العشي يجتمع الملائكة فيكم في هاتين الصلوتين كما جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إن لله عز وجل ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله يسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم بحال العباد يقول كيف تركتم عبادي يسأل الملائكة الذين اجتمعوا في صلاة الصبح صلاة الفجر يقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وهذا كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس أدخله الله عز وجل الجنة من حافظ على البردين من صلى البردين دخل الجنة والبردين هما صلاة الفجر وصلاة العصر والله عز وجل يقول حافظ على الصلاة حافظ على الصلوات والصلاة ليش؟ الوسطى الصلاة الوسطى هي صلاة العصر الصلاة الوسطى هي صلاة العصر في أرجح أقوال العلماء ويقول عز وجل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني أن الملائكة تشهده فهذا مصداق ذلك من القرآن ومن السنة فالحفاظ على هتين الصلاتين من أهم الصلوات وأيضا أثقل الصلوات على المنافقين هي صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر ومن الفضل لأتوهما ولو حبوا يعني يحبون على أيديهم وعلى ركبهم ليشهدوا هذه الصلوات العظيمة فهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على هتين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة العصر لأن الملائكة تحضرها يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي قالوا أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فشهادة الملائكة مقبولة عند الله عز وجل ولعل هؤلاء الملائكة هم الذين يرفعون أعمال العباد إلى ربهم كما في صحيح مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري وأبو موسى الأشعري من فين هذا الصحابي من فين جاء ها من زبيد من اليمن الأشاعرة الأشعريين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم الذين كانوا يبدأون بالمصافحة والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال الأشعريون كانوا يجمعون طعامهم ثم يأكلونه سويا وهم أول من بدأ بالمصافحة وهم من أهل اليمن والنبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والحكمة يمانية فهذا من فضائلهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءة أبي موسى الأشعري كان من أحسن الناس قرآنا وكان يقول له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في الليل عند بيت أبي موسى يستمع لقراءته فيقول يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك قال يا رسول الله والله لو علمت لحبرته لك تحبيرا يعني لحسنته لك تحسينا ونختم بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لا تأخذه سنة ولا نوم يخفض القصط ويرفعه يعني بيده العدل تبارك وتعالى هو سبحانه وتعالى بيده الموازين يخفض القصط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل كما في الحديث الصحيح أيضا تنزلهم عند من يقرأ المؤمن القرآن كما في حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه لما قرأ سورة الكهف تنزلت عليه السكينة والسكينة كانت أنوار تنزل على هذا الصحابي وهو يقرأ القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استمريت في القراءة لا رأتهم الناس في النهار وهذه السكينة نزلت عند قراءة القرآن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وهؤلاء الملائكة هم الذين يكتبون أعمال بني آدم ويسجلون عليهم حسناتهم وسيئاتهم فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم وحد قلوب المسلمين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم وفق قلاتهم لكل خير اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم أحينا على الإسلام وتوفنا على الإسلام اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم